اهلا بيكو ايه وعا تقولي ما احنا بنزبط الزيت وبننظفه وبنفلتره وبنكرره عشان خطر برضو المسألة تبقى على قد المعايش بالمناسبة اللي انت هتوفره من ده بعد الشر عن الجميع انت هتصرف قد عشرات المرات علاج صحة سموم ومواد مصرطنة وما الى ذلك في خطورة باهمة على حياة حضرتك لما بتقرر او تسمع كلام حد يقولك ده الزيت ده مفلتر ده مكرر ده مدور ده مفيش كلام من ده خلونا نحاول نفهم اكتر على اللي بيحصل وعلى الكارسة اللي بيسببها النوع ده من الاستخدام مع سيادة النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري وبتاق التأنيس بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا منوران اهلا ازاي الصحيح كله تمام تمام الحمد لله ايه حكاية الزيت المدور والمكرر والمفلتر دي حكاية كبيرة قوي قولي لي طيب بداياتا احنا بس هنحط قاعدة اللي هي كلنا طبعا عارفينها في الدستور المصري المادة التسعة وصحي بتقول لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافي الاخ بس احنا هنحط تلاتهود تحت كلمة صحي فده حق دستوري وبديه ان الغذاء لازم يكون يعني صحي وغير مسبب للامراض وا وا كارسة الزيوت اللي بيواعد تستخدامها او تدورها هي موضوع كبير قوي فيه اطراف كتير جدا علشان نقدر نشرحه ببساطة هنتكلم انه في من حوالي كام سنة في هدف نبيل طلع ان احنا بنحاول نقلل الاضرار من ان احنا نتخلص من الزيوت المستخدمة بشكل غير امن يعني نميه في المجاري مثلا نميه في الشارع مع الحرارة بيعمل ممكن انفجارات ممكن تأكل في البنية التحتية ففكرنا ان احنا هدف نبيل نستخدم الزيوت المستخدمة نعود تدورها في حاجات مفيدة زي البيو ديزل مثلا حاجز الشبه السولار زي العلف زي انواع الصابون طبعا الهدف شكله جميل ومحترم جدا لكن كالعادة للأسف بتلاقي اصحاب الضعيفة بتستغل النقطة دي بتجميع الزيوت تحت السطار الهدف ده علشان تبدأ للأسف كارثة تدورها بتدفلها مواد كيموية عشان يرجع لونه تاني كلير ونقي مواد كيموية؟ اه مادة مشهورة اسمها سيليكات الأمونيا بيقول عليها سوبر وان دي مادة بتضاف على الزيوت اللي هي بتبقى محروقة بقى وكده وفبتخليها ترجع كلير وصفة وجميلة وذهبية نشادر في الزيت تخيل حضرت قبل عنا شادر لما شفت الملف ده انا اتفاجأت بكوارث لاني لسه حدودك هتسمع كمان طبعا وبيوعات تعبئاتها فيعني ابوات مجهولة مفيش عليها اي داتا ولا اي حاجة وبتتبع تاني تحت بيل السلم وللأسف احيانا بتتبع يعني للبيوت في الشارع يعني الناس بتبع زيت في الشارع زي فوضى اي حاجة بتحصل طيب الناس دول القصة دي كلها اطرافها كتير قوي ما اقدرش نختصرها في الناس اللي بماشي في شارع تلم زيوت من البيوت طبعا دلوقتي بيوصل اللتر بياخدوه بسبعة جنيه بيقولوا الست البيت جمدلنا الزيت المستخدم وبهناخد منك اللتر بسبعة جنيه فطبعا مصدر داخل الاي ست بيت طبعا احسن مترين يلا احسن مترين بزبط لكن بيروح فين بعد كده هي دي النقطة عندنا صغار المجمعين اللي بقولوا عليهم عندنا مكان تجميع الزيوت دي اماكن وكل شوية نسمع عن ضبطية يعني انه ضبط ومصنع بيعيد استخدال الزيوت دي تاني للأسف بترجع لنا تاني في صورة ايه كل محلات وعربيات الفول والطعمية في الاماكن الشعبية كلها بتستخدم النواية دي من الزيوت على فكرة انا يعني اتكلمت مع ناس وحاولت ان انا اوصل لبعض المعلومات اكتشفت ان هم بيجيبوها جراكن مجهولة المصدر مفيش عليها اي معلومات وبتستخدم الصبح بيحط الزيت وبيطول اليوم بقى 50-60-70 مرة ولو باقي في الاخر ممكن يصفيه ويبكرة يزود بيزود ما بيغيرش طبعا قصة رو يغير دي تقريبا مش ايما بيزود فعلا بيزود طيب هنتكلم يعني القصة دي كلها اخرها ايه ولا اخرها كوارث زي محراجي بتقول كده انا بوفر في ثمان الحاجة اللي بستخدمها لكن في الاخر بدفع قدها عشرات المرات على الصحة العامة ايه اللي بيحصل اللي بيحصل اللي بيحصل ان مع اولا عشان نتكلم بس اللي بيحصل ايه في استخدام اللي هو الامن كمان يعني احنا بنقول كل الاراء التوبية بتقولين احنا نستخدم الزيت مرتين في البيوت يعني مرة وتاني مرة بشرط انه يصفق من بواقي الاكل والشوائب اللي فيه ويحفظ يعني اناء محكم الغلق ونستخدمه مرة تانية وخلاص مش كده وبس ده لو طلع دخان في المرة الاولى لا يعد استخدامه لانه لو استخدمناه بالطريقة دي في مواد بتبقى اسمع الاكل اللي بعيد دي مواد مسارطنة بيحصل كمان اتحاد للشوارد مع الاكسوجين اللي في الجسم بيبدأ يحصل بتتمل تغيير في الخلايا تخليها خلايا مسارطنة بتأثر بقى على عضلة القلب على الكبد على الاوايات دموية على الكلة في الاخر بنبدأ مع الوقت امراض طبعا اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها كتير سرطانات القولون والمعدة والكبد كمان بتأثر على القدرة الزهنية على فكرة احنا مقصين يعني مالاخبطة اه عشان في الاخر احنا مفيش منظومة واضحة وده يمكن سيدا الطلب الأحوات اللي انا هتقدمت به يعني طب احنا هنعمل ايه وانا واثقا ان الطلب ده تقدم قبل كده من الزملاء في الدورات قبل كده لان القضية دي اكيد موجودة احنا مش عايزين ردود جميلة وان فيه قانون اه فيه قانون فيه قانون محترم جدا ويجرم العملية بيجرم وعمل يعني يعني فيه قانون 281 المادة اتنين منه بتقول ده بالنسبة اللي بيغش او بيستخدم مواد مخشوشة وتؤثر على الصحة يعني فيه مواد ما بتأثرش على الصحة دي ليه عقوبة من سنة الخمس سنين سجن وغرامة من عشرة لتلاتين ألف اللي بيقصر على الصحة بتبقى من سنتين لسبعة وغرامة من عشرين لاربعين واذا قصرت باعها مستديمة بتغلص ووصلت للوفاء بتعمل بتدي اشغالش الأمر ما هي بتؤدي للوفاء على مدى متوسط أو طويل اه يعني هي المشكلة في القانون دايما ان انت بتقف قدامه أحيانا يعني مفيش سببية مباشرة ان انت تاخد إجراء قانوني مع لكن طبعا احنا كلنا كأطباء واعتقد حتى اللي مش أطباء عارفين ان ده أكيد ده ثابت علميا انه دهر بالصحة طيب بالمسج ما بين الطبيب والنائبة أو الطبيبة والنائبة هنعمل ايه طلب إحاطة أكيد سبقوا طلبات إحاطة بتحيطوا بالضبط هقول لحضر ده وأولا لازم يكون فيه إرادة حقيقية انا مقدرة جدا فكرة ان برضو الناس خايفة على الناس الغلابة اللي بيبيعوا وبياكلوا عيش طب انا لو جابوا الزيت العادي اللي هو دلوقت طبعا أسعار العالمية زي ما احنا شايفين الزيت زيت جدا طب انا هشتغل ازاي وهكسب ايه طيب ده دي نقطة النقطة التانية التوعية يعني انا لما هتكلم مع ستة البيت المصرية وانا بواجه كلامي ستة البيت المصرية دايما حريصة على صحة أسرتها اللي انتي هتوفريه لما تجيبي زيت مجهول أو تبيع الزيت بتاعك لحد في الشارع زي انه هما بيلفوا في الشارع لازم نستطيع نفهم انما بتعمل كده ده بيرجع عليها بأمراض اليها والأسرتها هتصرف أكتر كتير من كده هتقولك طب يا دكتورة انا هعمل ايه طب انا عندي زيت وعايز اخلاص منه بالزبط نرجع بقى النقطة الاهم هي الاطار اللي نشتغل فيه كأهزة انفيزية ودولة ومؤسسات دولة لازم يكون في خطة للتجميع فعلا انه فكرة نبيلة جدا وفكرة كويسة جدا انت بتحمل بيئة وبتستفيد عادة التدوير يعني ريساكلي ده حاجة موجودة في العالم كله مهمة جدا يبقى لازم فيه خطة للتجميع بقاليات محددة وتحت رقابة ويا ريت كمان تكون جهات حكومية او جهات معتمدة من حكومة مراقبة ممكن تبقى شركات خاصة معتمدة من الحكومة مراقبة وهي اللي تكون بعملية الجامعة هيقول لنا فيه كده بس واضح ان الرقابة ده عيفة طب اقول لك حاجة وزارة تمويين اعلنت ان عندهم ستلاف مفاتش تمويين معه ضبطية قضائية في الموضوع ده طيب هما فيه ستلاف يعني لو قسناهم كده افريدج على كل محافظة اكتر من متين هما دول لو بيستغل هيخش المطعم ولا المحل هيلاقي قدامه الزيت التمام وميت فل واربعتاشر وزيت شكله جميل وعليه تيكت بيقولوا ان هو من شركة من الشركات المعروف هما بيقولوا ان احنا بناخد عينات مش بيعتمد على الشكل ما هي يسحب العيينة من الجركن الكويس الجركن اللي مش كويس مستخبي لا هي متصبر في الملاحات كده ما اعتقدش ان برضو الرقابة كمان ينبغي لو الرقابة كمان هما كل يوم فعلا كل فترة بنسمع عن ضبطيات زي كده بس دي بتبقى حاجات كبيرة طيب الناس اللي هما اللي بنقول عندهم مشكلة انهم يوفروا زيوت نضيفة في المحلات او في العربيات المنتشرة دول نحللهم مشكلتهم ازاي اعتقد الموضوع ده 6,000 مفتش عوضو ضبطيات قضاية في التموين بس مع العلم ان احنا عندنا وزارة الصحة ليه حق التفتيش طب وقاية وعندنا وزارة البيئة ليه حق التفتيش يعني عشان كده برضو انا مش شايفة نديميزة ان انت تعدد الجهات المسؤولة عن ضبط الموضوع لان انت كل ما بتتعدد المسؤولين كل ما المسؤولية ببطيها يعني الموضوع ده انا بلايق احيان قضية ضبطتها وزارة الصحة طب اللقاء واحلان قضية تانية ضبطتها وزارة البيئة وهي تالتة وزارة التموين فلأ يا جماعة عوضوا مع بعض ونعمل الموضوع ده مش بسيط ثم ما عندي حاجة اسمها هيئة الرقابة والسلام على الغزاء مثلا ما يدي طبع وزارة الصحة بردو حلو كل ما هو متعلق بغزاء كل ما هو متعلق بغزاء اعتقد اعتقد ده مجرد التصور يندرج المفروض يعني فوض المفترض يندرج هو ده بقى التعديل التشريع يندرج تحت هذه الهيئة فيصبح تصبح الولاية واحدة فلما حب اكلم شعب مصر زال في الملاقي واحد اكلمه بالضبط حد مسئول حد اقوله انت عملت ايه والنتيجة ايه الاسر في الشارع انا مش عايزة نقدم طلب احاطة وفي الاخر نتكلم ويجي لنا ردود جميلة وفي الاخر نلاقي مفيش اثر في الشارع زي حاجات كتير حصلت يعني وكل يوم بتحصل كوارث في الشارع بسبب انما يعني الكلام نظر الجميل قوي قوي لديكم تصور لمسألة التعامل القانوني مع المسألة مش بس في الية العقوبة هي في الضبط ده من ناحية ومن ناحية ايه زي ما قلت انا عايز يبقى فيه عندي الية لتجميع هذه الزيوت عشان تروح لمكان امن هيعيد استخدامها صناعيا في الحاجات اللي متاح ويتم استخدامها فيها طبعا ده مهم جدا يعني هقوله هناك لحاجة القانون وافي جدا عندنا قانون حماية المستهلك بيتكلم عن النقطة دي عندنا قانون 281 اللي بيتكلم عن منع الغش والتدليس قانون قمع الغش اسمه جدا ده 281 سنة 94 القانون ده بيتكلم عن وقوبات عنيفة جدا اللي بيغش في منتج زي ما قلت حاجات لو منتج صحي أو بيضر الصحة بتغلز الوقوبة فالقوانين موجودة والتشريعات موجودة مش محتاجين نغيرها محتاجين نشوف تطبيقها ازاي التجميع زي ما قلت الحالة المفوض يبقى فيه جهة أو جهات في كل محافظة مسؤولة عن التجميع يعني أنا مش هقدر أمناع سلطة البيت اللي بتلاقي إن ده مصدر دخل من ما فيش بدل ما ترمي الحاجات دي لا بالعكس ده نشجعها ما ينفعش نسيب الناس ده بيقو في الشارع على فكرة بعربية بميكريفون وبيجمعوا الزيت من الناس بيروح فين ما حدش يعرف طبعا ما حدش حلوص عارف النقطة المهمة كمان الراجل الغلبان ده اللي بيشتري الزيت الرخيص عشان يكسب ويبيع لازم نحللهم مشكلته طبعا يعني أنا يعني إحنا لو تكلمنا كوزار التخطيط هنلاقي لو عايزين وزار التخطيط تقعد مع التموين مع الصحة مع كده ونحسب كده لو إحنا وقفنا الكلام ده بدعم الناس دول بزيوت صحية وحيوفر قد إيه علاج هيوفر قد إيه ناس بتتعالج إحنا بمصر في مصر على العلاج مبالغ طائلة يعني فعلا في كمان في كم سنة الأخيرة دول تغفر كبيرة جدا في علاجنا في الدولة شو محضرتك يعني هي على اللونجران أو على المدى الطويل هنلاقي إن لا إحنا هنوفر كتير طب أنا عندي أعظم هنا ثلاث أطراف في المعادلة في طرف منهم هو المستهلك اللي عنده الزيت وطرف تاني الأخ اللي بيسترزق من وراء تجميع الزيت والأخ الثالث الأخ اللي هيسترزق من وراء تصنيع الزيت صحي كده أدي كده ثلاثة يحيط بالمجموعة دي كلها مجموعة من الجهات الرقابية وزوات التموين على سبيل المسال وفيها من جوها تموين وتجارة داخلية يبقى جهاز حماية المستهلكة الذي أصبح مستقلا بحد ذاته وعندنا المهندس أمير حسام الدين على سبيل المسال وعند من ناحية تانية هيئة سلامة الغذاء أدي كده جهة تالتة وعند الطب لوقائي وعند الطب لوقائي دي جهة ربعة لا أضر بمصالح المستهلك اللي عاوز أتخلص من الزيت إذا كان المستهلك على قد حاله عاوز يبيعه ما يبيعه حقه تمام بس يبيعه ده بالعكس ده نحن نشجع نشجع بكده بس جهة آمنة ويبقى عارفين ضايح فيه طب إيه اللي مانع ويحول دون وجود جهة آمنة تذهب للمستهلك تجمع منه بدل البيعات السريح المفروض أن فيه شركات وأخذ ترخيص بكده لكن طبعا اللي إحنا شايفينه لا ناس في الشارع طب هل من الوارد أن أنا أتفق مع البيع السريح اللي هو الأكثر وصولا إلى المستهلكين أنه جمع الزيت يا مولانا بس هتهولي عندي أنا وأنا هشتري منك بزبط وبالكمية موثقة كمان عشان نمنع أي تلاعب أو يبقى فيه آلية أن أنا أضمن أنه الكمية اللي خرجت من هذا المنزل دخلت فيه الكنتينر بتاع السريح ونفس الكميات اللي تم تجمعها على مدار اليوم هي دي اللي وصلت لي كمركز للتجميع أو للتصنيع فيما بعد والنقطة اللي مش هيتحل غير لو عرفنا نعوض أو نشجع البيع الغلبان ده لو استخدم زيت اللي احنا بنقوله مرتين تلاتة زي ما بنقول وده طبعا شيء مستحيل يقدر أنه يكسب وفي نفس الوقت تضبط ثمن السلعة يعني إحنا لو تكلمنا كده هنلاقي أني مسلا صندوطش طعمية أو الحاجة هيطلع في يدخل في عشرة جنيه في العربية عشان يكفي زيت بتاعه طب نعمل إيه؟ يبقى لازم الدولة توفر مصادر لتوفير الزيوت المدعمة للناس دول مقابل أن أنت بتوفر مليارات هتدفعها في الصحة العامة بعد كده عشان تعالج مش عارف يعني أنا هوفر لتاجر زيت مدعم ليه؟ لا مش تاجر أنا بتكلم على صغار أرجال عنده عربية صغيرة آه بيسترزق منها لكن طبعا المكان أماكن الكبيرة السياحية وربنا يرزقهم بس دول تسيبة أوي بصراحة ما هم يبقى في طمع كده يبقى للمحتاجين ضبط ورقابة وتطبيق القانون لأن طول ما أنت بسيب الضوائر يبقى لدينا جزء مهم هو متعلق بمسألة جشع التاجر أكيد اللي مصمم أنه يخلي هوامش أرباحه ثلاثمائة وربعمائة في المية طبعا أنا فجأة آه ما تكلمنا مع الناس لقينا أن مصانع الشيبسي مصانع البطاطس المقلية التانية دي ماركة بصرف النظر أرجوكي دي مصدر من مصادر توزيع الزيوت على المحلات الصغيرة بشكل ما ممكن ما تبقاشكم برايات الأسمائية آه طبعا أنا ما شويل الأسمائية لكن أنا الكلام ده طبعا يعني أنا سمعته من بعض الصغار البائعين أنه بيجي لهم من الأماكن دي هل بيجي لهم كده عشان يغطي على مصنع اللي تحت بيري السلم بيقول كده وخلاص لأنه مش عارف بكرة تجيب شكل غير قانوني يعني فيه شخص ممكن يبقى فسد الزمة بالزبط فاقد الضمير بيسرق جزء من الزيوت اللي تم استقلاك ويعيد بيعها تاني يعني مش واضح يعني طبعا استحالة استحالة لأن عليهم رقابة وكده فيه حاجة تانية برضه بيقال إن إحنا ما بنيديش رخيص لمطاعم أو إلا ما يكون متعاقد مع شركة لتدوير يعني تاخد منه الزيوت المستخدم كويس أنا مش شايفة كده خالص وسألت الناس لقيت إن لأ الحقيقة مفيش ممكن يكون على الورق لكن هم ما عندهمش حد بياخد منهم يعني يعني مش ممكن كل دول يكون مصدرهم البيوت التحرك النيابي في الحالة زي دي هل هنعمل مسلا اللجنة لتقصي حقائق هل هنعمل لجنة تانية للاستماع ونجمع فيها الأطراف ونقعد نسمع مرة واثنين وثلاثة ما بين مستهكين لكين وجهات رقبية وهكذا وهي دي أدواتنا إحنا بنعمل طلب إحاطة بتيجي الناس بتستمع للجهات المعنية المفوض التموين الصحة البيئة ونقعد يا جماعة يعني عايزين نحل الموضوع ده يعني الفكرة مش كلام وبيانات وأرقام لا المشكلة إن إحنا شايفين في الأرض طول ما إحنا عارفين والناس كلها عارفة إن في مصانعة دور زيوت وفي استخدام غير آمن للزيوت يبقى لسه في حاجة غلط مش يعني مش قصة ديانات ولا ولا لكن قصة أنت شايف إيه على الأرض صحيح نتمنى إن يكون الجهات دي كلها تقعد مع بعض ويبقى في خطة فعلا مدروسة وتبدأ تشوف نبدأ من إين نبدأ من اللي بيبيع اللي بياخد من الناس في البيوت ولا نبدأ من أماكن صغيرة للبيع ولا الأماكن اللي تحت بيلي السلمة الكبيرة اللي بتجمع وبتحط السلكة الأمونيا وبعدين تدخلوا بتكرير وتدوروا وتعبقوا تاني هي حلقة كبيرة ولازم تتكسر من أي مكان فيها كارس ربنا يوستر على اللي جاي شد نحيلكم بس في المجلس أدهو أدود يا رب أشكرك جدا سات النائبة الدكتورة ميرفة عبدالعظيم عضو لجنة أشؤون الصحية بمجلس النواب المصري بص يا سادة من الآخر الزيت اللي بيجيلك المضروب ده وإنت برضو إذا كنت صاحب محل مطعم عربية أكل إلى آخر من الآخر كده أنت بتجيب للناس سرطان ده على قوش يعني أنت بتعمله ده بيجيب للناس سرطان قابلها ده موضوع حضرتك بقى كمستهلك في البيت ما تسترخصش عشان ده بيجيب سرطان شفت أنا غيتت صادم في حاجة في إيدك عندك مطاق اعمل الطعامية ببيتك بالزرط يبقى جميل ما هبص التجر الجشع لو ما تقدبش هيزيل يقدبه أنت بطريقتك في حاجات كده بتتمعه هتلاقي جهاز حفاية تمستهلك شغالة هتلاقي الزلط صحة شغالة الناس دي هتشتغل انت قدبه بإيدك ولينا في الكلام ده أو لينا في الموضوع ده كلام لكن نستأزمكم وخلصة الحلقة لحد كده كل الشكر مرة تانية يا فندم كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة دقايق وهيكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة أما إذا كان لنا العمر نقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة